وفقاً للإحصاءات ارتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 3.35% في الربع الأول من العام الجاري وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد إلى 102.7% في الربع الأول ووفقاً لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلاد إلى 4.3% هذا العام هذا وبدأ المستهلكون يشعرون بضغط ارتفاع التضخم وفي مطعم يقع في مدينة الشارقة بالإمارات قال مدير المطعم ساهر حاجر أن العديد من المواد الغذائية المستخدمة في المطعم مستوردة وارتفاع أسعار مواد الغذائية العالمية في الأشهر الأخيرة شكل ضغطاً على صناعة المطاعم في الإمارات فرفع المطعم أسعار بعض الأطباق لكن المطعم حاول لحد الزيادة في حدود 10% وفي الوقت نفسه زاد المطعم أيضاً من الأنشطة الترويجية لجذب المزيد من الزبائن في المطعم زادت بعض الأطباق مثل اللحوم والدجاك والأسماك وده بشكل طفيف وليس بالكسير يكون النسبة المقاوية لزيادة الأسعار في قائمة الطعام بنسبة 10% فقط متأثراً بتضخم العالمي يشعر سكان الإمارات أيضاً بضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية مثل الحليب والبيض التي تباع في محلات السوبر ماركت بدرجات متفاوتة في الأشهر الأخيرة وقال بعض المستهلكين أنهم اضطروا إلى شراء عدد أقل من السلع من أجل تقليص تكاليف المعيشة هذا وبحث مشغلوا محلات السوبر ماركت عن طرق التحكم في الأسعار ونظموا الأنشطة الترويجية لمساعدة المستهلكين المحليين على تحمل ضغوط التضخم ومن أجل ضمان استقرار أسعار السلع أدخلت حكومة الإمارات العربية المتحدة سياسة جديدة في أواخر يوليو تنص على أنه إذا أراد التجار زيادة أسعار عشر سلع أساسية فيجب عليهم أولاً الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد وتشمل هذه السلع العشر زيت الطعام والبيض والحليب الطازج والأرز والسكر والدواجن واللحوم تنظم الحكومة أسعار بعض الفيات المهمة من المنتجات بصفة أن التجار التجزيع يجب علينا انتزام بهذه اللوايح إذا ارتفع سعر أي منتج في هذه الفيات يحتاج باية التجزيع إلى تواصل مع الحكومة والتقديم دليل على سبب زيادة السعر ترجمة نانسي قنقر